هل أحزب سياسية اليوم ستؤدي دورها؟ لا أنا مرحتي مع تقديري لكل أحزب سياسية الحقيقة في تراجع كبير في الساحة للأدوار السياسية بعد الحراك وقع إحباط والصقف المعارضة نزل وصقف التأييد نزل حتى تفرق بين الحزب المعارض والحزب المؤيد الحزب المشارك في الحكومة والحزب المعارضة لأن الفعل المعارض غاب والفعل المساند غاب تماهت الأشكال تماهت الأدوار وشكلت انسيحابية من الشعب الجزائري واصبعنا أن ننظم انتخابات بدون ناخبين بالنسب قليل من المشاركة وهذا يضرب الدولة الجزائرية يضرب لكن اليوم الأحزب السياسية سيد عبد المجل المناصر لما نتحدث اليوم عن الأحزب السياسية في بعض الأحزاب غيرت من تصرفتها السابقة لأنه شفنا كان فيه أحزب سياسية مناسبتها الأمر اللي خلى اليوم أي واحد ما يديرش ثقته في الحزب السياسي نظرا لهذه التصرفات لكن اليوم تصرفاتهم تغيرت وجهت نظرك في هذه النقطة طبعا هناك أحزاب مناسبتين من زمان ولكن هناك أحزاب حاضرة حركة مجتمع السلمة الأحزاب التي تحضر قد تلام هي أيضا في الفترة الأخيرة لغياب أو لتغييب ولكن أنا أتكلم بصيفة عامة الساحة السياسية فيها رداء رداء في الأداء كبير في الخطاب فيه فراغ فراغات كبيرة وهذه الفراغات قد لا تخدم الدولة الجزائية ولا تخدم الأحزاب من مصلحة الدولة الجزائية أن تتجع الأحزاب على الحضور وتخلي الحياة السياسية حياة عندها قواعد شعبية لأن من أين تأتي القيادات من يجبها في دولة ديمقراطية القيادات الدولة تأتي بالأحزاب الذي يصنع القيادات هي الأحزاب والأحزاب سابقا صلعت لصنع قادة الدولة الجزائية هي الأحزاب السياسية والتي كانت أثناء الاستعمال الفرنسي والتي صلعت الثورة الجزائية التحريرية هؤلاء اللي لقاتتهم الجزائية المستقلة جاهزين ما يقودوها رغم الصعوبات الكبيرة رغم بناء دولة عصرية جزائرية مستقلة أيضا الدولة الديمقراطية الجزائرية تستند إلى ما تنتجه المدارس الحزبية من كفاءات وطاقات إذا عجزت هذه الأحزاب عن صناعة هذه القيادات الفقل سيكون الدولة الدولة لما تستند إلى التقنقراط ستكون دولة فاشلة التقنقراط لا يقضون الدولة الديمقراطية يسائدون في الأداء ولكن القيادة السياسية للدولة تعتبرها هي الأساسية تأتي من الأحزاب السياسية نعم